بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أعصنا أيها الإخوة الأكارم ما زالت قراءتنا في أحكام المواريث في كتاب الكافي لابن قدامة وكنا قرأناها في عدة الباحث وحيث أن الكافي فيه زيادات كما مر بنا في الدرس السابق في أحكام اللعان وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى الولد فمن هم عصبته وهذا لم يكن في العدة وإنما قرأناه في كتاب الكافي قلنا أيها الأحبة بأن الأب له أحوال أحياناً نقول له كل المال يرثه بالتعصيب وأحياناً نقول يرث السودس مع ذكور الفرع الوارث فقط وأحياناً نقول يرث السودس مع إناث الفرع الوارث ويرث الباقي بالتعصيب فهو يجمع بينهما ومر بنا بأن الأم أحياناً تأخذ الثلث إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأحياناً تأخذ السودس إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة وأحياناً تأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين وجاء صاحبنا رحمه الله في المسألة الرابعة إذا كانت تعصيبه يعني أخذت بالتعصيب وهي الملاعنة وقلنا بأن الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث وأن الزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث وتأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث وتعرضنا لما يكون بين الجد والإخوة وقلنا بأن الجد هنا هو أبو الأب لا أبو العم وبأن الإخوة هم الأشقة أو الإخوة لأب أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد شيئا وأتينا بمسألة المعادة أن يأتي الإخوان الأشقة ويحضرون معهم الإخوة من الأب ويعدونهم على الجد فإذا انتهى موضوع الجد رجع الأشقة على إخوتهم من الأب وأخذوا ما بيدهم ثم أيضا المسألة الأكدرية ويقولون بأنها كدرت على زيد أصولة والزيديات الأربع وهكذا فهذه يعني كتاب الفرائض هنا فيه شيء من البسط وفيه شيء من التفصيل فهو أكثر مما أخذناه في عدة الباحث والتي هي مختصرة وفيها قواعد لا يستغني عنها طالب العلم نقرأ الآن في الكتاب ثم في آخر الدرس نتناقش في بعض المسائل ونتحاور إذا كان هناك إشكال في مسألتنا أو فيما يتعلق بالحج لأن أشهر الحج بدعت قبل أيام أيها الأحباب لأن سؤلنا مثلا ما هو التمتع نقول التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه متى تبدأ أشهر الحج من يوم عيد الفطر يعني من يوم الاربع الماضي بدأت أشهر الحج فإذا اعتمر الإنسان وبقي في مكة ولم يسافر ونوى التمتع فهذا هو التمتع وإذا أدى العمرة وغادر فلا حرج عليه في ذلك ونتناقش في هذا إن شاء الله نقرأ الآن ما ذكره ابن قدام رحمه الله لأنه يذكر روايات قد لا توجد في غيره فهو يتوسع لأنه ألف هذا الكتاب لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة أو قطعوا شوطا في البحث والإستذكار وقولنا غير مرة بأنه رحمه الله ألف أربعة كتب الكتاب الأول العدة وهو مختصر لطلبة العلم المبتدئين ثم المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم فإن توسعوا وشاروا ألف لهم الكافي ثم بعد الكافي كتاب المغني وهو من أوسع الكتب في فقه الحنابلة رحم الله الجميع نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المعادة ولد الأبي إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين ولد الأبي إذا انفردوا يعني ما في عندنا إلا إخوة من الأب ما عندنا إخوة من الأبوين ما معنى إخوة من الأبوين يعني أشقة من الأب ومن الأم فأحيانا يكون عندنا إخوة أشقة وإخوة من الأب فإذا وجد الإخوة الأشقة فلا مجال لميراث الإخوة من الأب وإذا اجتمعوا ومعهم جد مثلا فإن الإخوة الأشقة يستفيدون من الإخوة من الأب يعدوهم على الجد يقولون هؤلاء إخوتنا على أساس أن لهم نصيب فإذا أعطوه نصيبة رجع الإخوة الأشقة وأخذوا ما بيد الإخوة من الأب لأنهم يحجبونهم وتسمى هذه المسألة المعادة يعني مثلا لو قلنا ثلاثة من الأشقة واثنين من الأب وجد لو قلنا للإخوة نكمنتم قالوا حنا خمسة نقول الأثنين ذولا ما يريثون قالوا ما علينا هم إخوتنا فنعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقول للجد عندنا خمسة إخوة ونعطيه نصيبة فإذا أخذ نصيبه وخرج الإخوة الأشقة جاءوا للإخوة من الأب قالوا أعطنا لمعكم أنتم ما ترثون شيء معنا لأننا أدلينا بأب وأم وأنتم أدليتم بأب فقط وتسمى هذه المسألة بالمعادة أن يعدونهم عليهم ثم يأخذون ما بأيديهم يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجد فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب يعني يعادونه بولد الأب بالإخوة من الأب فإذا قال أنتم ثلاثة ترثون قالوا لا حنا خمسة هذه الأخوة نسألوا عن اسمه اسمه فلان من فلان أبوهم أبونا فإذا أقنعوا الجد في هذه المسألة وهذا هو الواقع وأخذ نصيبه أخذوهم وقالوا عطونا ما معكم فأنتم لا ترثون شيئا نعم لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا حجب به ما إذا اجتمع إذا اجتمع ويحجب نعم كالأم وما حصل لولد الأب يعني مثلا عندنا الآن أخ شقيق وأخ من الأب وأم الأخ الشقيق يأتي بالأخ من الأب يقول هذا أخوي هذا فلان هذا له مكانة له منزلة ونريد مثلا تعدونه معنا فإذا قلنا هذه الأثنين الأم لها السدس والإخوة من الأب لهم والإخوة لهم الباقي وحد شقيق وحد فإذا أخذت الأم السدس الأخ الشقيق يمسكه هاتلي معك قال أنا ما لماذا؟ قال أنت ما ترث شيئا أنا ليرث فتأخذ الأم السدس والأخ من الأبوين يأخذ الباقي واضح المسألة يا بافا كالأم مع الإخوة فلو كان عندنا مثلا أخ واحد شقيق وأم نقول الأخ له السدس ولا يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث في هذه الحالة نقول الأخ يا أخ الأم يعني إذا كان عندنا أخ شقيق وأم نقول الأم لها الثلث والباقي للأخ الشقيق لكن إذا كان عندنا أخويني لأننا نقولنا وارثيني أو محجوبيني وارثين أو محجوبين فهذا محجوب ما لوسه لكن أخوه يأتي به يقول هذا أخي لأجل أن يزحزح الأم من الثلث إلى السدس فإذا أخذت السدس بقي خمسة من ستة قال هذه حقي أنا ولا أول الأمر لو لم يوجد سواه فإنه لا يمكن أن يأخذ خمسة من ستة وإنما يأخذ الباقي وهو بعد أن تأخذ الأم الثلث يبقى أربعة ويأخذها نعم وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين فما حصل لولد الأب من هو ولد الأب يا شيخ علي؟ الأخ من الأب الأخ من الأب فما حصل لو قلنا لك فالآن كذا هذا يسكت فإذا استقر الأخ الشقيق يعخذه ويقول أنت لا ترث شيئا نعم لأنهم أولى بالإرث منهم نعم ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة إذا كانت الأخت من الأب واحدة يعني أخت والباقي من الأخ من الأب الأخت من الأب تأخذ نصيبها ثم يبقى له نصيبه كما هو مفصل موضح ومفصل نعم فيردون عليها قدر فرضها قدر فرضها وهو النصف نعم والباقي لهم والباقي لهم لأنه إذا كان ذكر يعثر يعخذ بالتعصيب إذا كان الأخ من الأبوين ذكر يعخذ بالتعصيب والعاصب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروت وإذا لم يبق شيء سقط فإذا كان ولد الأبوين بنت نعطيها فرضها وهو النصف والباقي كل من لولد الأب لأنه عاصب في هذه المسألة ونقول إذا كان ولد الأبوين بنت لأن كلمة ولد يا أبا فهد تشمل تشمل الذكر والعنثى نعم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس نعم فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا نعم وهذا واحد من الأب وأنت يعني تقاسمهم واحد اثنين ثلاثة أنت لك الثلث الأخ من الأبوين يكون ساقط إذا أخذ الجد نصيبه وهو الثلث ثلث المال جاء الأخ من الأبوين ورجع إلى أخيه من الأب وأخذ ما بيده قال أنا أولى منك وأنت لا ترث معي شيئا نعم واضح الشيخ علي نعم فإن كان مكان الأخوين أختان اقتسموا أربعة عندنا أختين وجد أختين وجد نقول في هذه المسألة الجد بمنزلة الأخ فهو يعني والأخت لها نصف ما لأخيها فإذا كان عندنا أختين تكون المسألة أربعة الجد في حالة المقاسمة يأخذ سهمين والأختين كل واحدة تأخذ سهم لأنها أنثى نعم ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختها نعم لتستكمل النصف فإن تت يعني إذا كان أخت شقيقة وأخت من الأب فالأخت الشقيقة تحضر أختها تقول حين الآن أثنين وهذا الجد الجد له سهمين والشقيقة والثانية كل واحدة لها نصيبها فيأخذون بالمعادة مع الجد كل واحد يأخذ نصيبه ثم ترجع الشقيقة إلى الأخت من الأب وتأخذ ما بيدها نعم فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا ثم أخذت منهما تماما فرضها يبقى لهم السدس على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر فإن كان معهم أم فلها السدس وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال كما فعلت كما فعلت في أصل المال فتصح من مئة وثمانية وإن شئت فرضت للجد الثلث الباقي بعد السدس ولا ثلث له فتضرب ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللجد خمسة وللأخت النصف تسعة وللأخت النصف تسعة بقي سهم بين الأخ وأخته على ثلاثة تضربها في ثمانية عشر تكون أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد مختصرة زيد لاختصارها من مئة وثمانية إلى أربعة وخمسين نعم لاختصارها من مئة وثمانية إلى أربعة وخمسين ولو كانت أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب لصحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد تسعينية زيد لصحتها من تسعين على مذهبه نعم عندنا الآن أيها الأحباب الجدة الجدة لها السدس الجدة لها السدس ومن شرط ميراث الجدة عدم الأم إذا كان عندنا أم الجدة ما لها مجال وإذا كان عندنا الأم ماتت فالجدة تأخذ السدس الأم لها أحوال الأم حالة تأخذ السدس وحالة تأخذ الثلث وحالة تأخذ ثلث الباقي وحالة رابعة اللي ذكرناها حقة الملاعنة فإذا الأم ماتت وبقيت أمها جدة فالجدة تأخذ السدس والجدات التي التي يريثنا ثلاث مرة أخرى الجدات التي يريثنا ثلاث لا رابع لهم أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب يعني أم الجد أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب بشرط أن تكون منزلتهن واحدة نقول أم أم وأم أب وأم أبي أب فإذا أردنا أن نورث أم أبي الأب أم أبي الأب نقول أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب علشان يكون متساوين ما في واحد عالي وواحد نازل فالجدة إذا كانت واحدة لها السدس وإذا كان ثنتين يشتركن بالسدس وإذا كان ثلاث يشتركن بالسدس وإذا عدلت جدتهم بقرابتين يعني كانت هي أم الأم وفي نفس الوقت أم الأب أم الأم وأم الأب يعني واحد أخذ بنت خالته أو بنت عمته أو كذا فجدة وحدة تكون أدلت بقرابتين أم للأب وأم للأم فإنها تأخذ الثلثين السدس والثالثة تأخذ الثلث الباقي ثلث السدس الباقي فلو وردنا سؤال ما هو ميراث الجدة نقول الجدة لها السدس وإذا أدلت جدة بقرابتين فتأخذ للقرابة الأولى وللقرابة الثانية والجدات التي يرثنا ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن ما يرثنا على الطريقة هذه لازم أم الأم وأم الأب يكون أعلى بحيث يلتقن بأم أبي الأب فنقول أم 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 ما نقول أم أم الآن نقول الجدات من حيث هنا التي يرثنا ثلاثة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب بشرط أن تكون منزلتهن واحدة وصلتهن بالميت متساوية فنقول أم أم وأم أم وأم أب وأم أبي أب وإذا أردنا أن يستوينا نقول أم 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 أب أم أبي أب اصطرت درجة وحدة فإذا أدلت واحدة بقرابتين تأخذ ثلثاء السدس نعم وللجدة السدس وإن كثرن لم يزدن على السدس شيئا يعني وإن كان الثنتين ما نقول نعطي هذه السدس وهذه السدس لو ثلاث ما نقول كلين يشتركن في السدس نعم مثل الزوجات الحيث إنسان عنده زوجة نقول الزوجة ولا الثمن زوجة ثانية يشتركن في الثمن زوجة ثالثة يشتركن في الثمن زوجة رابعة يشتركن في الثمن وليس لكل واحدة نصيب خاص وإنما يشتركن في الربوع أو الثمن نعم لما روى قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها الجدة جاءت إلى أبي بكر وقالت أنا حفيدي كذا توفي وأنا أطلب ميراثها قال ما في شي فقالت أنا بمنزلة الأم وأنا أم الأم فقال انتظري فسأل الصحابة فشهدوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطها السدس بعد فترة بعد فترة توفي أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر جاءت جدة ثانية على نفس القضية ذي قالت أنتم أعطيته ذيك وأنا قال ما يمكن نعطيه هذه سدس ونعطيه سدس لكن أنت وياها اشتركوا فيه نعم فقال ما لك في كتاب الله شيء يعني القرآن ما في شيء يوضح للجدة القرآن أوضح ما للأم نعم وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن انتظري حتى أسأل الناس أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر خليفة رسول الله أبو بكر الصديق قال انتظري وأمهلوني حتى أسأل فسأل الصحابة فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بكذا فأعطاها بعد مضي فترة وتوفي أبو بكر وجاء عمر طلعت جدة ثانية للقضية هذه نفسها جاءت قالت أنتم أعطيته فلانة سدس أنا أريد حقي قال ما في كل واحدة تقل السدس فاستشار الصحابة فأشاروا بأن يشتركنا في السدس ويكون بينهن بالسوية نعم ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس المغيرة بن شعبة التقفي يعني من الرجالات من الكبار من من له بطولات عظيمة وله مواقف مشرفة في الفتحات الإسلامية نعم وهو من أهل الطائف نعم فقال هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة أمضاها يعني المغيرة ومحمد بن مسلمة شهدوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا للجدة السدس فلما شهدوا أمضاها توفي أبو بكر رضي الله عنه فجاءت مرأة ثانية قالت أنا بعد أنا جدة ثانية فسأل عمر فاشترك فيه نعم فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن ولكن هو ذاك السدس إن اجتمعتما فإن اجتمعتما فهو لكما نعم وأيكما خلت به فهو لها قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث أم الأم وأم الأب وأم الجد ما يرث منه إلا ثلاث أم أم وأم أب وأم جد وإذا اجتمعنا هالثلاث دولي ما يرثن كلهم يرث أم الأم وأم الأب لأنهن أقرب لأن ذيك أم جد لكن متى يرث الثلاث متى يرث الثلاث إذا كانوا درجة وحدة نقول أم 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 أبي أب أم أم جد نعم ومن كان من أمهاتهن وإن على الدرجة هن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات نعم ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم يعني أم أب وأم أبي أب وأم أم ثنتين من ناحية الأب واحدة من جهة الأم ثلاث جدات نعم قال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثة نعم وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر من ثلاث وأجمع أهل العلم على أن أم أبي أم أبي الأم لا ترث أم أبي الأم لأنه نفسه ما يرث أم أبي الأم عرفنا من هو أب الأم أب الأم أب الأم اللي سميناه بالجد الفاسد سمه علماء الفرائض بالجد الفاسد فأمه لا ترث لأنه مدم هو ما يرث عادلت يعني أمه عادلت بغير وارث فلا ترث شيئا أم أبي الأم أب الأم لا يرث وأم أبي الأم لا يرث وأما أم الأم ترث وأم الأب ترث وأم أبي الأب ترث أما أم أبي الأم فلا ترث نعم وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث قال الشعبي إنما طرحت أم أبي الأم إنما طرحت أم أبي الأم لأن أب الأم لا يرث أب الأم يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد فهو لا يرث نعم ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد أي جدة تدلي بأب جد جد نقول له هذه ما لعلاقة لأنها خارجة عن الثلاث التي ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل كلام الخرقي توريثها لأنها تدلي بوارث وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض فالميراث لأقربهن فالقريبة يعني لو عندنا أم أم وأم أم أب وأم أبي أب نقول الميراث لوحده وهي أم الأم لأنها أقرب منهن درجة هذه أم أم وهذه أم أم أب وهذه أم أبي أب فالثنتين ذول ما يرثنا لأن هذه أدنى منهن وأقرب نعم لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم وكذلك سقطن بها فإذا اقترب بعضهن أسقطت البعدة القريبة تسقط البعيدة نعم كما لو كانت القربة من جهة الأم وعنه أن القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب والقربة من جهة الأب لا تسقط البعدة من جهة الأم أدري رواية ثانية نعم والقاضي يجتهد فيها إذا مرت على قاضي اجتهد في من يورث نعم لأنها تدلي بمن لا يسقطها وهو الأب فأولى أن لا تكون هي مسقطة لها وترث الجدة وابنها حي سواء ترث الجدة وابنها حي الجدة يعني مثل الجدة ما ترث بنتها حيها للأم لكن إذا كانت أم أب فترث وهو موجود الأب يرث وهي ترث فعندنا من أدل بوارث حجبه ذلك الوارث لا يرث معه إلا أم الأبي فإنها ترث معه هذه قاعدة مرت علينا أيضا في الرحبية ومرت علينا في عدة الباحث فإذا كان هناك من أدل بواسطة القاعدة من أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أم الأبي فإنها ترث معه وإلا الأخ من الأم فإنه يرث معها وهكذا نعم وترث الجدة وابنها حي سواء كان أبا أو جدة لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن ابن مسعود أن أول جدة نطعمت السدس أم أب مع ابنها رواه الترمذي ولفظه قال أول جدة نطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي وابنها حي اللي هو والد المتوفى نعم وعنه لا ترث لأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد رواية ثانية نعم والجدات المتحاذيات أم 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 يعني كلهم سواء مزهلة وحدها الآن نعم وأم أم أب وأم أبي أب الآن لو لاحظنا الثلاثة هذولي كلهم نجدها سواء ما فيه يعني إذا قلنا أم أم وأم أبي أب وأم أب نجد أن أم أبي الأب أبعد منهن لكن الآن المتحاذي أم 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 أب أم أبي أب معناه أنهم متصاويات يشتركن والسدس بينهن بالسوية نعم السدس بينهن أثلاثا فإن أدلت جدة بقرابتين نعم وأخرى بقرابة واحدة فلذات القرابتين ثلثا السدس ولذات القرابة الثلث الباقي نعم في قياس قول أحمد وللأخرى ثلثة لأنها شخص ذو قرابتين تورث كل واحدة منهما منفردة فإذا اجتمع ولم يرجح بهما ورثت بهما كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا كابن العم إذا كان أخا لأم هو مثلا ماتت مثلا فلان فاطمة وتركت ابن عمها وفي نفس الوقت هو أخ من الأم يرث بكونه أخ من الأم ويرث بالتعصيب لكونه ابن عم نعم فصل نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد القادم أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم الولد اللي توفي من تزوج عنده بنت والبنت اللي ماتت عندها ولا نصيب وهم ماتوا يعني أبوه مات وهم موجود يعني الولد هذا الولد متوفي طيب أسمع الولد متوفي لكن أخوكم هذا اللي توفي يوم يتوفى الولد هم موجود ولم توفي واختكم كذلك كلهم بعد الوالد إذن نصيب الأخ لأولاده ونصيب الأخ لأولادها نصيب الأخ لأولادها تقول عنده زوجه واخوك هذا عنده زوجه وعنده بنت نصيبه لزوجته وبنته ولكم الباقي أنتم والأخ وش عندها أولاد واجد نصيبها كله لأولادها وزوجها الأخ اللي مات نصيبه لزوجته ولابنته ويبقى شيء الزوجة لها الثمن والبنت لها أربعة من ثمانية ويبقى ثلاثة لكم أنتم يا إخوان ثلاثة أربعة لا مهم ثلاثة أربعة ثلاثة من ثمانية ثلاثة من ثمانية وأما الأخت عندها أولاد ما شاء الله نصيبه وبنات وزوج لهم يقسمون نصيبها والأخ الكبير الثمن للزوجة الثمن للزوجة والنصف للبنت والنصف للبنت والباقي لكم أنتم إخوانهم على الشقة الباقي هذه مسألة أيها الأحباب يقول توفي رجل رحمه الله ولم يكن له سوى أخوين شقيقين نعم لهم كل ما تركه الأخ لإخوته الأشقة إذن ما عنده زوجه ولا عنده أولاد ولا عنده أبو ولا أم فما ورثوا إلا إخوته الأشقة لهم ميراثه يقول توفي ابني وترك ثلاث بنات وزوجه وزوجه وأنت أبوه وأمه موجودة أمه موجودة زين الأم لها السدس وله أولاد ولا لا بس بنات الأم لها السدس يعني زوجك أنت وأنت لك السدس أيضا وزوجته لها الثمن والبنات الثلاث لهنا الثلثين وين بقي شي لك أنت أبوه ثلاث بنات البنات اللي هنا الثلاثين وزوجته لها الثمن وأمه لها السدس وأنت لك السدس وين بقي شي بعض لك الأخ الشقيق وإخوة لأب الأخ الشقيق يرث والإخوة لأب لا يرثون لأن وجود الأخ الشقيق يمنعهم ترك زوجة وأب وأم أولاء الزوجة لها ما له أولاد هو له أولاد ولا لا اللي توف بس زوجة الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والأخ الشقيق الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والأخ الشقيق له الباقي الباقي بعد الربع والإخوة لأب ليس لهم شي اللي ترجمة نانسي قنقر اللي ترجمة نانسي قنقر اللي ترجمة نانسي قنقر